يقول الامام ابو القاسم القشيري ذهبت لأزور الروبة الشريفة روبة رسول الله وبعدما ألقيت السلام على رسول الله أخذت لي سنة من اللوم فنبت في الروبة فرأيت الحبيب محمدا في المنام فقال لي يا ابا القاسم يا ابا القاسم ما لي اراك حزيدا ما لي اراك حزينا قلت يا رسول الله ان لي ولدا مريضا حار الصد في عبادك الله ما لي اراك حزينا يا ابا القاسم ابا القاسم الاكبر يسأل ابا القاسم الاكبر ما لي اراك حزينا قلت يا رسول الله ان لي ولدا مريضا حار الصد في علاجه فقال لي الحبيب المستطور ما قرأت ايات الشفاء قلت انا ايات الشفاء يا رسول الله قال في ست صور من القرآن الكريم في صورة التوبة قوله تعالى ويشف صدور قوم مؤمنين وفي صورة يونس يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وفي صورة النحر فيه شفاء للناس وفي صورة الاسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي صورة السراء واذا المعرفة فهو يشفين وفي صورة فصلت قل هو للنبينا امنوا هدى وشفاء قال ابو القاسم فلما ذهبت الى ابني قوات له تلك الآيات فشفاه الله